قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم الثلاثة بتوزيع 350 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة ومنها التوزيع 146 سلة غذائية بمديرية غيل باوزير و49 سلة غذائية بمنطقة روكوب و155 سلة غذائية بمنطقة المعاوص أحد أحياء مدينة المكلة وتهدف هذه الحملة الإغاثية إلى توفير الغذاء الأساسي للأسر المتضررة وتحسين حياة الأفراد في هذه المناطق وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الشاملة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية وتقديم الدعم الإنساني بالمحافظة وأشاد المستفيدين بجهود المبدولة والدعم المقدم منها الهلال الأحمر الإماراتي وأكدين أن هذه المساعدات تسهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية